موسيقى وانه يستشيرهما في بعض الامور يتي هذا بعد يوم من قرار مجلس الشورى بوقف رئيس تحرير جريدة الجمهورية جمال عد الرحيم عن العمل لنشر الجريدة خبرا غير صحيح عن طنطاوي وعنان اصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح ومجلس شورى العلماء بيانا طالبت فيه بحث كلمة مبادئ الشريعة الموجودة في نص المادة الثانية من الدستور وطالبت الهيئة ايضا في بيانها الصادر اليوم بالنص على عدم اصدار اي قوانين او تشريعات مخالفة لشريعة الاسلامية كما طلبت الهيئة بان يكون تعيين وعزل شيخ الازهر بقرار من مجلس شورى العلماء وحده دون غيره فيما يلي اولا تطالب الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء بضرورة ان تحذف كلمة المبادئ الموجودة في نص المادة الثانية وان حققت المادة رقم مئتين وواحد وعشرين بعض الطموحات ثانيا المطالبة بالنص على عدم جواز اصدار اي قوانين او تشريعات بالمخالفة للشريعة الاسلامية ومراجعة ما سبق اصداره من تقنين في ضوء مرجعية الشريعة الاسلامية ثالثا المطالبة بتقييد الحريات بما لا يخالف المستقر من اعراف امر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح تحقيق فيما نقلته بعض وسائل الاعلام عن عصام العليان عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية والقائم باعمال رئيس حزب الحرية والعدالة من ان رئاسة الجمهورية تقوم بتسجيل كافة المكالمات والقاءات المتعلقة بها لاعتبارات امنية وقال المستشار عدل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في بيان له ان النائب العام ارسل خطابا لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية يطلب منه موافاته عما اذا كان عصام العريان يشغل وظيفة برئاسة الجمهورية تتصل اختصاصاتها بامر اجراء هذه التسجيلات من عدمه واشار السعيد الى ان النائب العام طلب من رئيس الديوان الرئاسي طلب ايضا منه موافاته بسند اجراء هذه التسجيلات دعا اتحاد شباب الثورة الى المشاركة في مظاهرات جمعة الغد تحت عنوان مصر الكل المصريين وقال الاتحاد في بيان له ان اهداف المظاهرات تتمثل في المطالبة بكتابة دستور يمثل كل المصريين والعدالة الاجتماعية والقصاص للشهداء كما اعلنت احزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والمصريون الاحرار والجمعية الوطنية للتغيير والحركة الشعبية لاستقلال الازهر اعلنوا المشاركة في هذه المظاهرة اصدر صلاح عبد المقصود وزير الاعلام قرارا بتكليف اسماعيل الششتاوي بتسيير اعمال وظيفة رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون وذلك خلفا للدكتور ثروة ميكي ويشغل الششتاوي منصب عضو مجلس الامناء المنتدب لقطاع الاذاعة بالاتحاد وقع محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان اتفاقا مشتركا مع المجلس القومي لشؤون الاعاقة لتقديم الخدمات الصحية للمعاقين ويهدف الاتفاق الى تحقيق التطوير لمنظومة الخدمات الصحية واعادة الهيكلة لدور العمل الصحي ووضع السياسات والاستراتيجيات المشتركة لتوفير الخدمات الصحية الخاصة لذوي الاعاقة قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل جلسات محاكمة المتهمين بأحداث استادي بورسعيد الى الـ 21 من شهر اكتوبر الجاري ويوجه المتهمون تهما بالضلوع في الاحداث التي شهدتها مباراة فريقي الاهل والمصري التي رحى ضحيتها اربعة وسبعون شخصا الى هنا انتهي موجزة الاخبار قدمناه لكم من قناة الجزيرة مباشر مصر تفاصيل اوفى عن هذه الاخبار وغيرها تجدونها على موقعنا على شبكة الانترنت ونستقبل كذلك تعليقاتكم وزيرتكم على صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة